عقلة 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 والمجنونة عقلة ومجنونة شوية وسعة روشة وشقية أكلت وعدت هنجبها من كل مكان في الدنيا هذه عادة زي الفل ودي أكلت ست الكل البس اشرب أوكل واسيب الباقي علي عقلة 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 والمجنونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الصحة والجمال وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عقلة ومجنونة هنتكلم النهاردة مع بعض ونوصل حدثنا عن بعض العادات الغريبة ولكن اللي تخص الزواج هنشوفي إزاي بعض الناس عندها عادات للزواج مهما تطور الوقت ومهما بقينا في التكنولوجيا وعصر المتقدم ولكن برضو محافظين على بعض العادات والتقاليد اللي استحالة غيروها فيه ناس بتقدس قوي العادات والتقاليد وبتغيرهاش مهما كان السبب أو مهما كان الداعي من تغييرها وبتتنقل من الآباء للأجداد ومن الآباء للأبناء وإلى آخره وبيفضلوا الناس محافظين قوي قوي على العادات والتقاليد دي ومبيقدرش قربة منها أو يغيروها هنشوفي إزاي بعض الناس عندهم عادات غريبة تقدر تكون مجنونة بالنسبة لنا ولكن هي طقوس خاصة ولازم ينفذوها عند كل زواج ولكن خلونا قبل ما نتكلم ونخش في العادات الغريبة والعادات اللي الناس بتعملها والتقاليد اللي بيعملوها والطقوس أثناء الزواج تعالوا نتكلم أصلا عن مفهوم الزواج من ناحية نفسية كده سريعا عايز بس أسأل سؤال هي الناس بتتجوز ليه اسأل نفسك كده إذا كنت متزوج أو لسه عايز تتجوز أنت أصلا بتتجوز ليه لو كانت إجابتك علشان جي سنة الحياة وعلشان جي السن المفروض أن أنت تتجوز فيه عديت مثلا سن معين أو تخرجت أو خلصت أو كونت نفسك فجات الخطوة أنك لازم تتجوز أحب أقول لك لا بلاش بلاش يكون هدفك من الجواز هو أن جي وقت الجواز فلأ أنت لازم تتجوز لا يريد عشان ما تاخدش واحدة تانية معاك يكون طموحها في الجواز عالي أو عندها أهداف من الجواز ما تلاقيهاش معاك وما تحققهاش معاك فتبقى بتظلمها وبتظلم نفسك الجواز مش وجاهها وشكل اجتماعي مش خطوة لازم تاخدها حتى لو ما كنتش جاهز ومستعد لها الجواز مسئولية علشان تخش في علاقة وعشان تبدأ تخش أول خطوات مراحل الجواز لازم تكون محدد بدقة أنت عايز تتجوز ليه علشان تستقر علشان تبدأ حياة جديدة مع حد تاني شاركك حياتك تقسموا الأعمال سوا تشاركوا بعض فيها وتبدأوا الحياة أنتو الاتنين مع بعض بيدون ما يكون فيه قائد وتابع أو يكون فيه مسيطر ومقاد لا الحياة مش كده الحياة مشاركة أنتو الاتنين بتشاركوا بعض في كل مهمك طيب أتجوز إزاي أصلاً؟ أنا وأنا بختار حد أتجوز إزاي مش هقولك تختار صفات أو ده لأنه مش موضوع حالتنا النهاردة ولكن أنت في حياتك أصلاً قبل ما تفكر في الجواز بيبقى لك طريق أنت ماشي فيه ومكمل فيه ورسم خططك ومستقبلك عادي خالص وأكيد الطرف الثاني اللي أنت عايز ترتبط به أو يكون شرك حياتك أو أنت تتجوزه وتكمل مع حياتك برضو هو كمان لطريقه الخاص عايز برضو رسم خطط عايز يوصل لها وعنده أهداف وعنده طريق طيب علشان إحنا الاتنين نطلقى ونتجوز هنعمل إيه؟ اللي بيحصل في معظم الأوقات أنه بتلاقي كل واحد عايز التاني يجي معاه في طريقه الراجل مخطط كل حاجة وعايز مراته تكون معاه في نفس الطريق والست برضو أحياناً بتبقى كده بيكون عندها طموح وعندها حاجات معينة عايزة توصل لها وعايزة تحققها فبتكبر الزوج أو بتحاول تخليه يكون معاه في نفس الطريق فبيفشل الجواز أو بتصور الخلافات وبتكثر المفروض أنك أنتو الاتنين تقعدوا مع بعض من قبل الجواز كمان وتوحدوا طريقهم بمعنى أنت تعدي الخططك وتقومها وتنمكها بحيث أنها تتماشى مع رغبات وأهداف شركة حياتك هي حتى اسمها ليه شركة الحياة أنا لو هفتح شركة مع حد وهيكون في بيننا شراكة لازم نكون متفقين وفي بيننا عقد في بنود الاتفاق اللي هتحكم طريقنا هيبقى عاملة إزاي وشراكتنا هتبقى عاملة إزاي طيب الجواز ما يقلش عن الشركة بل بالعكس ده أهم الشركة لو خسرت مش مشكلة قفلها ويعمل غيرها أو ما تعملش غيرها خالص مش مشكلة دور على شغل لكن الجواز هيترتب عليه شكل حياتك اللي جاية إما سعادة أبدية أو لقدر الله مشاكل وخلافات وتعاسى طيب علشان ده يحصل حاول بقدر الإمكان إنك يكون في بينك وبين الطرف التاني أو شرك حياتك توافق وإحنا بنحذر من التشابه بعض الناس بتبقى عايزة تدور عن حد شبهها وبتفرح قوي ده بيحب نفس الأكل ده بيحب نفس نوع الموسيقى ده بيحب يعمل نفس العداد ده بيحب ينام في وقت متأخر ده زي بالزبط شبهي بالزبط إحنا بنحذر من ده جدا لإن التشابه بيخلق ملل مع الوقت يعني إيه أنتوا الاتنين بتحبوا نفس الحاجة أنتوا الاتنين بتعملوا نفس الععمال أنتوا الاتنين بتقوموا بنفس الواجبات وبنفسه كل حاجة طيب ده هيولد إيه أكيد هيولد ملل مع الوقت ومع أصلا دورة حياة الجواز في مرحلة بتخبطهم بعد 6 شهر اسمها مرحلة التعود بيكونوا الاتنين أصبحوا أكثر هدوء خلاص بقى المشاعر بدأت تقل تطفو عليها المسئوليات وبعض المشاكل خلافات بتبدأ تظهر في الوقت ده لو ما كنتش أنت مختلف عن شريك حياتك ولنفترض مثلا هي هادية جدا أنت عصبي ما ينفعش يكون أنتوا الاتنين هادين أو أنتوا الاتنين عصبيين هتحسوا أنه فيه تطش دايما بينكم مش بس كده كمان لما تكون الهوايات ما بينكم مختلفة هتولد دايما أن الاتنين بيشاركوا بعض في هواياتهم هو بيحب حاجة معينة هي بتحب حاجة تانية خالص لما أنا أجي أشاركها هنا وهي تيجي تشاركنا هنا نكسر الملل وروتين بتاعنا علشان كده دايما بننصح بلاش بلاش تدور لحد شبهك مية في المية دور لحد مختلف معك بس مش خلاف لا الاختلاف ويحدث ما بينكم توافق يعني فيه قبول بتقدر تحتوي الطرف الثاني والطرف الثاني بيقدر يحتويك في بعض المواقف حاولوا أنتوا بتقريبوا الزواج ويمكن موضوع حلقتنا النهاردة عن العادات والتقاليد والتقوص الغريبة والمجنونة للناس بتعملها حاولوا بقدر الإمكان أنكم برضو تبعدوا عن روتين وتعملوا حاجات غير مألوفة ولكن مش بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي في بعض الناس في دول مختلفة منها العربية ومنها الأجنبية والإفريقية عندهم عادات غريبة جدا يمكن إحنا لما نشوفها نستغرب إزاي الناس دي بتعمل كده بس دي حاجات مقدسة عندهم ودي تقوص تعالوا مع بعض نشوف بعض العادات والتقوص اللي الناس بتعملها علشان تقيم الزواج من بعض التقوص المهمة جدا ونرجع تاني مع بعض في الهند بيولعوا النار ويلسعوا بيها ظهر العريس علشان يشوفوا مدى تحملوا وقوطوا ورجلتوا شوفوا تخيلوا تخيلوا بيقيسوا قوطوا ورجلتوا إزاي بيلسعوا بالنار مع إن إحنا عندنا في دينا إن الحاجات دي حرارهم ولا يحرق بالنار إلا رب بالنار بس في حاجات كتيرة قوي عند الناس دي وغيرهم مش بس الهنود عندهم مقدسة جدا يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إنها تتخالف وما لو كان عندهم دين ملتزمين بيه ممكن إنهم يخرجوا عندهم ولكن العادات والتقاليد صحب قوي إن حد يخالفها ليه؟ لإنها بتكون مرصخة ومكونة في اعتقاد عندهم من ملايين السنين أو من آلاف السنين يعني إيه؟ الجد بيربي أولاده أو أحفاده على حاجات معينة ولازم تعمل كده ولازم تعمل كده والأبناء من بعضهم بيجوا ويلاقوا نفسهم نشأوا على العادات والتقاليد والتقوز دي فبيخشوا على المراحل دي ويعلموها الأولادهم وهكذا وبتفضل تنتقل لحد ما مصدر المعلومة نفسه ممكن يتنسي ويمكن في قصة شهيرة إحنا قلناها قبل كده إن كانت فيه أم بتعمل السمك في طاصة بس بتقص الديل وراس فبنتها الصغيرة سألتها ليه يا ماما بتعملي كده؟ ليه ما بتحطيش السمكة كاملة؟ فراحت الأم جوبت عليها بعد ما سكتت شوية كده وقالت لها معرفش أنا لقيت ماما بتعمل كده فبدأت عامل زيها وقالتها هي علمتني كده فراحت الطفلة راحت لجدتها وقالت لها ليه السمكة وانتوا بتعملوها بتقطعوا راسها وديلها؟ فراحت قالت لها برضي مش عارفة بس أنا والدتي كانت دايما بتقولي كده وكانت بتقطع الديل والراس وروح يسأليها ومنحصنا الحظ أنها كانت عايشة وراحت الطفلة سألت والدة جدتها وقالت لها ليه كنتوا دايما وانتوا بتطبخوا السمكة بتقصوا الديل والراس؟ وكانت الإجابة صادمة للطفلة قالها وهي أن التاصة بتاعة الأم كانت صغيرة ما بتكفيش السمكة كلها فكانت بتقص الديل والراس تعالوا نشوف عادة غريبة في أندونيسيا وتقوس من تقوس الزواج الغريبة لإتمام الجواز تعالوا نشوفها ونرجع تاني مع بعض فأندونيسيا بحرموا على العروسة أنها تلمس قدميها الأرض يعني هي هتفضل متشالة على طول تخيلوا شوفوا عندين هنا العريس بيرفض أن يشيلها العريسة ولكن هم بيشوفوا أن دي حاجة مهمة جدا لإتمام الجواز وأنها ماينفعش أنها تلمس الأرض أصلا دي حاجة عندهم من ضمن التقوس اللي بيحترموها جدا وبيقدروها بشكل مبالغ فيه تحس أن دي حاجة مهمة جدا لإتمام الجواز دي كتب الكتاب كده عندنا هل ينفع تنين يتجوزوا من غير ما نكتب الكتاب بالنسبة لنا لا أحرى صعبة ردلا ماينفعش الجواز مايتمش عندهم برضو العادات والتقاليد دي بنفس درجة الأهمية لازم يعملوها لإتمام الجواز طيب بعض الحاجات الغريبة دي اللي تكاد تكون مش مألوفة بالنسبة لنا إحنا ما بنقولش عامله كده ما بنقولش إنك عشان تتجوز إيه كوي دهر العريس بالنار يشوفوا هيستحمل ولا لا ولا إن العروسة ماينفعش إنها تلمس الأرض لا إطلاقا إحنا بس بنعرض لكم وبنوضح لكم بعض العادات الغريبة والتقوس اللي بيعملها بعض الدول وبعض الشعوب علشان إتمام الجواز تعالوا نشوف هنا في جنوب المحيط الهندي عندهم بعضة غريبة قوي في جنوب المحيط الهندي المأزون يدك رأس العريس برأس عريسها يعني بيدوء رأس العريس في رأس العروسة تحس إنه يعني إيه زي ما يكون بيجمعهم مع بعض هي برضو حاجة غريبة ومش مألوفة عندنا يمكن إحنا لو شوفنا هنا مأزون بيعمل كده ممكن يتخانق معاه إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده بس هي حاجة عندهم في عرفهم وفي تقوسهم وفي عاداتهم وفي تقالدهم فبعض الحاجات دي اللي تكاد تكون غريبة بالنسبة لنا إحنا يمكن لو عادات وتقالدنا هنا عندنا لو بعض الناس أو الهنود أو الناس اللي إحنا جبنا ثقافاتهم والحاجات اللي هم بيعملوها ممكن يستغربوا حاجات عندنا مثلا من التقوس زي مثلا يوم الحنة هنا عندنا كمصريين ده يوم مقدس عندنا ويمكن ما ينفعش حد يعمل فرح من غير اليوم ده في بعض الناس عندها العادات والتقاليد دي يمكن لو حد سمع عنها من بره يستغربها ويحس إن إيه ده ده فايدته إيه اليوم ده أو ده حاجة غريبة أو يستغرب زي ما إحنا مستغربين لما بنشوف العادات والتقاليد والتقوس اللي بعض الدول والشعوب والقبائل التانية بتعملها ده يخلينا إن إحنا نتقبل ثقافات بعض مش لازم نقلد ولكن يكون عندنا ساعة صدق وساعة إدراك وإن إحنا نتقبل الحاجات دي ليه اللي قد يبدو غريب بالنسبة لي ممتع بالنسبة للبعض الآخر فعلشان كده لازم يكون فيه التقبل إحنا بنقولش برضو قلد ده عادات وتقاليد خاصة بهم هما حسب بيئتهم اللي نشأوا فيها واللي تربوا عليها بتختلف من وقت للتاني ومن شعب للتاني ومن بيئة محيطة للبيئة التانية إحنا قلنا إن في بعض الحاجات لازم نحاول نبد عنها وإحنا بنحاول إننا نكرم علاجة زوجية زي إننا ماينفعش مثلا أناق إحدى إن هو شبهي تماما لإحنا قلنا إن ده هيولد ملأ طيب إحنا من ضمن العادات والتقاريد الغريبة عندين هنا في مصر واللي أنا شايفها غريبة ودرق الخاص يمكن بعض المشاهدين يوافقوني فيه بعض الحاجات كده اللي بنشترط وممكن أنا بالفعل شفت جوازات بازت وتفشكلت قبل ما تقام بسبب حاجات بسيطة الفرح والقايمة والنيش والحاجات اللي دائما بنختلف عليها دي يمكن بعض الحاجات المقدسة عندين هنا في مصر النيش النيش ده لازم يكون مليان بكل الحاجات اللي يمكن ما نستخدمهاش بعض الجواز ولكن هي أساسية ولازم تتجاب ليه؟ ليه لازم؟ ليه مفروض؟ ما تعرفش إحنا طلعنا لأن النيش ده حاجة أساسية لازم أنها هتتعمل فبدأنا نربي أولادنا على كده نجيب عشان الناس هتقول إيه؟ بعض الحاجات اللي احنا بنسمعها دي ولكنها عادات وتقاريد برضو خاصة بنا تكاد تكون غير مألوفة بالنسبة للبعض أو غير عادية أو مجنونة بالنسبة للبعض الآخر برضو عندنا نقطة مهمة جداً عايزين نتكلم عليها برضو قبل ما تخش في إقامة علاقة زوجية أو حياة زوجية لازم تعرف نفسك الأول يعني إيه أعرف نفسي؟ أنت هتتفاجئ بعض الجواز بتصرفات من شركة حياتك إذا كانت أنت الراجل وهي الست أو العكس أنت الست وهو راجل هتلاقي أنك مستغربه إيه اللي هو بيعمله ده؟ وهتلاقي أنك بتتضايق من بعض العادات اللي هو بيعملها طيب ده ليه؟ مش بس لأنك ما كنتش تعرفيها وما كنتش مركزة أنك تعرفي الشخص اللي قدامك لا أنت كمان أو أنت كمان ما كنتش تعرفه نفسك صح يعني إيه؟ أنا نفسي ما كنتش عارف إيه اللي بيضايقني وإيه اللي بيبسطني العيوب اللي عندنا ما كناش عارفينها قوي هنتكلم أكتر عن الموضوع ده ولكن فيه فاصل تعالوا نشوفه نشوف الفاصل ونرجع بعض لكامل حلقة ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنتابع حديثنا عن موضوع العادات والتقوص الخاصة الغريبة الخاصة بالزواج كنا بنتكلم قبل الفاصل وقلنا نقطة مهمة جدا قالها وهي أنك تعرف نفسك قبل ما تدور وتفكر تدور على حد يفهمك ويعرفك يعني إيه؟ زي ما قلت قبل الفاصل أنك أحيانا بتكون مش مدرك ومش عارف إيه هي العيوب اللي أنت تعرف تستحملها والعيوب اللي أنت ما تعرفش تستحملها يعني إيه؟ أكيد مش هتلاقي حد كامل والكمال اللي هو واحده ولكن لازم تبقى مدرك وعارف أنك هتتجوز حد أو هترتبط أو هتشارك حياة حد عنده عيوب وده طبيعي كلنا عندنا عيوب ولكن اللي مش طبيعي أنك ما تبقاش عارف عيوب نفسك وما تبقاش عارف عيوب الطرف اللي قدامك طيب أنا أعرفها ليه؟ بعد الزواج هتواجه العيوب دي فلازم تكون مستعدة لها وكمان قبل ما تقبل على الزواج لازم تبقى عارف كويس قوي وتحصر كل العيوب اللي أنت عارف أنك ممكن تلاقيها في شرك حياتك أو أنت شفتها فيه وتقسمها النصين نص تعرف تتقبله ونص لا تستطيع أن تتقبله اللي تعرف تتقبله ده خلاص منتهي ما فيش منه أي مشكلة طيب اللي ما تعرفش تتقبله ده تعمل فيه إيه؟ هتشوف هل فيه مميزات تغطي الجزء ده ولا لا؟ لو ما فيش انسحب فورا من العلاقة وقوعا أنك تكمل في العلاقة دي وتقيم حياة زوجية لأنها غالبا هتفشل وإن لم تفشل هتكون غير ناجحة يعني هتعاني فيها قوي لماذا نقول كده؟ لأنك بعد الجواز وفي مرحلة التعاوض هتلاقي بقى أن كل واحد بدأ يتعامل بطبيعته شوية عارف لما يبقى اثنين صحاب لسه في الأول مكسوفين من بعض بعد كده اتعوضوا على بعض الذهاب فيه بينهم عشرة سنين كلهم بيأكلوا طبيعي خالص غير الطريقة اللي كانوا بيأكلوا بها في الأول بيتعاملوا مع بعض طبيعي نبرة الصوت استخدام الكلمات أنت هتتفاجئ بدأ بعد الجواز فلازم أنت تكون مستعدل جدا وعارف نفسك كويس جدا وعارف الطرف التاني وأهم حاجة كمان تكون عارف إيه اللي بيرديك وإيه اللي بيردي الطرف التاني ليه برضو؟ لأنك في بعض المشاكل اللي هتحصل والخلافات اللي جايز جدا وأكيد أنها هتحصل بعد الجواز لازم هتبقى عايز تكون تحاول تردي الطرف التاني هترديه بإيه؟ ببعض الحاجات اللي هو بيحبها فإن ما كنتش على دراية بيها وعارف إيه هي الحاجات اللي بتفرحه وإيه هي الحاجات اللي تخليه مبسوط ورادي مش هتعرف تصالحه هتبقى عايز فعلا تصالحه وإحنا بنقابل ناس كده في حياتنا ممكن تلاقي حد مزعلك وعايز يصالحك بس لأنه ما يعرفش صالحك إزاي سايبك زعلان أو ممكن يجي صالحك يوم مدايقك زيادة أو يوم مزعلك زيادة عن الأول فنقطة مهمة جدا أنك تكون عارف إيه هي الإيجابيات والسلبيات والسلبيات كمان لازم تكون عارف أنت تعرف تتقبل إيه ومتعرفش تتقبل إيه حاجة كمان مهمة جدا أنك تبقى عارف نقاط القوة والضعف في شخصيتك وفي شخصية الطرف التاني أو في شخصية شرك حياتك ليه برضو؟ نقطة مهمة جدا أنك تبقى عارف أنت هتقدر يستحملك في إيه وما يستحملكش في إيه يعني أنت عارف مثلا مثل بسيط لو أهملت مثلا في الماديات هعرف يستحملك ولا لا لو أهملت مثلا في الترفيه والفصح والخروجات أو في أنك تقعد معي تشوف هيستحملك ولا لا ده مهم جدا لإقامة حياة زوجية مش هنقول سعيدة بس مستقرة ليه؟ نحاول نقلل عدد الخلافات على قد من يدر إحنا أوريديو مفيش حياة زوجية مفيش خلافات مفيش علاقة أصلا مهما كان مسمى مش بس حياة زوجية أخوة أو صحاب أو جيران مش هيكون فيها خلافات بطبيعة الحياة وضغوط الحياة اللي بنتعرض له ولكن بنحاول بقدر الإمكان أننا نقلل الخلافات دي بإيه؟ الوقاية خير من الألاج إحنا مش لازم نستنى المشكلة لما تحصل ونبدأ نحلها لا إحنا يا حبازة بقى أننا نتلاشى بعض المشاكل والخلافات اللي ممكن تحصل بأننا نكون مدركين وعيين لها من البداية نقطة مهمة جدا أنك تكون عارف نقاط الضعف والقوة في شخصيتك وفي شخصية الطرف الثاني الحاجة اللي بعد كده لازم تكون عارف أنت عايزها ليه؟ أو أنت عايزها ليه؟ بمعنى أنا هتجوز الشخص الثاني ليه؟ مش زي ما قلنا في أول الحلقة أنه علشان يكمل معي الطريق اللي أنا عايزه لا إحنا اتفقنا خلاص أننا هنوحد طريقنا ونمشي فيه مع بعض أنا عايزه ليه بمعنى إيه؟ أحيانا في فترات من فترات حياتنا بيكون عندنا احتياج لحاجات معينة احذر أن تقام علاقة زوجية بناء على سد احتياج يعني إيه؟ مثلا بنت محتاجة اهتمام فتلجأ للجواز والارتباط بسبب أنه هو يسدي لها نقص الاهتمام ده ولد مثلا محتاج أن حد يحتويه ويسمعه شوي أو يحلله مشاكله أو يقوله قراءه فيلجأ للجواز بسبب الموضوع ده ليه؟ لجوءك للجواز اضطرارا بسبب نقص عندك هيخليك بعد الجواز وبمجرد ما يتسدي النقص ده أنت مش حابب الجواز مش حابب استمرار الحياة الزوجية أو العلاقة الزوجية ويمكن أعلى نسبة طلاق هي موجودة حاليا هي مطلقة كل 6 دقايق بسبب إيه؟ أننا أصلا بنتجوز وبنبني الجواز غلط مش بنبنيه على قصص صحيحة على قصص نفسية وعلمية صحيحة ليه؟ ما بيكونش رؤية والهدف واضحين من البداية أنا مش عارف أنا تجوزتها ليه؟ وهي مش عارف هي تجوزتني ليه؟ فبالتالي مع أول مشاكل أو خلافات بسيطة هتقابلنا هتحسسنا احنا من الاتنين أننا مش عارفين نكمل الحياة صعبة الضغوط متجددة مش عارفين نعرف بعض وبنلاقي كمان أن قبل ما يحصل الجواز بتكون فيه شروط يعني إيه شروط؟ ممكن تلاقي مثلا البنت أو والد البنت بيشرط شروط معينة عشان أوافق على الجواز وممكن تلاقي الولد برضو بيشرط شروط معينة تعالوا نشوف بعض الشروط الغريبة اللي بعض الناس في العادات والتقاريدة عندهم بيشرطوها لإتمام الجواز تعالوا نشوفهم مع بعض هنا شترتت الزوجة كيلولة إكبارية وهنا شترتت أنه مايردش على الهاتف ليه؟ هنشوف منعيته من استخدام الواتساب منعيته أنه هو يتكلم في التليفون أو يرد على التليفون هنا أكبرته أنه هو لازم ينام في وقت الظهر معي تعالوا نحن حاجات غريبة جدا هنا طلبت منه أنه لازم يعرفها البسورد بتاع الإيميل هنا مثلا عدم اشتراك قنوات رياضية يمكن أن أخذونا بس الحاجات بتمر سريعا بعض الحاجات اللي الناس بتشترطها يعني هنا مثلا عدم غسل الصحون أو تنظيف الحمامات هو والد العروسة هنا اشترت أن بنته ما تعملش كده لا تغسل اتباق ولا تنظف حمامات ده طلب غريب جدا هنا نصف راتب للأب كلها حاجات غريبة شروط يعني إيه تحس أنها مش مقلوفة بالنسبة للناس ولكن في ناس اشترتت كده فطبيعي يعني بدام هم ما اتفقوا على كده يبقى زي ما بنقول كده قاعدة أن العقد شرعة المتعاقدين بدام وفقه خلاص والد عروسة تونسية اشترت أنه ياخد نصف راتب بتاع الزوج كلها يمكن حاجات غريبة وكلها حاجات مقلوفة بالنسبة لنا أو بعض الناس ممكن ما تقبلهاش يعني مثلا اللي اشترتت على جوزها أنها مثلا يعني تمنع أنه ما تغسلش المأتباق أو ما تغسلش هو اه احنا خلينا متفقين أنه مش فرض على الزوجة أنها هي تكون خادمة لي لا احنا اتفقنا أن الموضوع شراكة يعني هو مش فرض احنا مش بنقسم الأعمال يعني ايه يعني مش انت غسل الموعين وأنا الشغل لا اطلاقا احنا في حياتنا احنا اللي اتنين عايشينها مع بعض فإيه المانع من أن الزوج مرة يخسل الصحون مرة يخسل الغسيل نفسه مرة يساعدها في شغل البيت مرة هو ينزل يشتري الخضار مرة هو يطبخ مش هنكلف جيب حاجة وديب حاجة واللي يأثر فيهم يتحاسب لا احنا قلنا أن الموضوع شراكة حد مثلا زي الوالد اللي اشترت أو الزوجة اللي اشترتت كالولا إجبارية لزوجها يمكن ايه حاجة غريبة قالوا له مفيدة والنوم بعد الظهر مفيد جدا ورسول صلى الله عليه وسلم وصى به لكن ليس لضررت أنه يكون شرط للجواز يعني ما شرط للجواز يعني ليس هتجوز غير لما توافق أننا هننام بعد الظهر ده حاجة اجباري حاجات غريبة والذي اشترت مثلا أن نص راتب يروح للأب تحسوا برضي أنه حاجة غريبة يمكن بعض الناس لو يسمعونا دلوقتي ويشايفين هذه حاجات دي يقول لا أنا استحالة طبعا أنا وافق بحاجة زي كده احنا برضو بنوه باستمرار احنا ما بنقولش اعملوا كده ما بنقولش اتخذوا بعض العادات دي احنا بس بنعرضها ليكم وبنعرفكم ثقافات الشعوب الأخرى أو الناس بتفكر ازاي أو هم عايزين ايه أو عاداتهم وتقالدهم على حسب البيئة اللي نشأوا فيها كنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا هو أنك تعرف أنت عايز تتجوز ليه وقلنا أن بلاش تقوم حياة زوجية بناء على سد احتياج طيب ليه احنا قلنا النقطة دي علشان قبل وضحنا قبل الفيديو لو سد احتياجك تم هتحس أنك مش عايز تكمل في الجواز ليه؟ ولنفترض مثلا أنت عايز تتشيري عربية علشان تريحك في المواصلات وبعد ما اشتريتها أعطالها كتير مصارفها كتير هتحس إيه؟ الغرض أصلا من شراء السيارة لم يتحقق فهتحس أنك عايز تبيع العربية ويمكن الناس كتير عملت كده طيب دايو صلصان لإيه؟ أنك لازم في البداية تكون عارف ومحدد أنت عايز تتجوز ليه؟ ودي نقطة مهمة جدا يمكن كمان من الحاجات اللي بنوصي بيها المقبلين على الزواج احضروا كورسات على قد ما تقدروا عن السعادة الزوجية أعرفوا نفسكم وأعرفوا الطرف الآخر يمكن الحاجات دي بتفرق جدا بعض الناس ما بتشوفش إنها مهمة أنا أحضر كورسة علشان أعرف أتجوز إزاي ما كل الناس بتتجوزوا والدي ووالدتي وملايين تتجوزوا من زمان لا بيتجوزوا غلط آه استمرار العلاقة ممكن تستمر بس إحنا دائما بنقول إن استمرار العلاقة ليس مقرس على نجاحها ليه؟ فيها علاقات كتير قوي مستمرة وتعدي سنوات بس فيها فطور فيها برود مفهاش حميمية العلاقة مقامة هيكل بس ولكن داخلها مفهاش مواده ورحمة اللي هم أساساً أساس الجواز حاولوا بقدر الإمكان إنكم تعرفوا نفسكم قبل ما تحاولوا تعرفوا الطرف الثاني تعرف على نفسك وقدي مع نفسك وقت أكتر يمكن إحنا دائما بنقدي وقت مع الناس أكتر بكتير قوي وأنا متأكد من حاجة زي دي من الأوقات اللي بنقديها مع نفسنا مع إن ده مش صح المفروض يكون العكس أنت لازم نفسك أهم وربنا أمرنا عليكم أنفسكم أنا مش هتحاسب عليك ولا أنت هتتحاسب علي أنا لازم أعود مع نفسي أكتر أعرف نفسي أتواصل مع نفسي وأحل مشاكل نفسي بنفسي مش معنا كده إنك ما تلجأش لحد لا ولكن حاول بقدر الإمكان تكون على دراية بشخصيتك عشان ما تتفاجئش بعد الجواز بحاجات غريبة أو حاجات مجنونة مرة تانية بنقول لو أنت حسيت مثلاً إن فيه روتين في حياتك أو إن الروتين أو العادات هتبدأ تقطاحم حياتك حاول إنك تكسر الروتين ده وما تستسلمش ليه لأنه كفيه يدمر أي علاقة ما بين اتنين الروتين لما بيخش في الحياة الزوجية بيقتلها وللأسف وقت حلقتنا بيجري سريعاً عايزين نعيد كده سريعاً إن كنا بنتكلم في العادات وتقاليد الغريبة شفنا بعض التقوص الغريبة الغير مألوفة بالنسبة لإقامة الزواج شفنا بعض الشروط الغريبة اللي الناس بتشترط وجودها لإتمام الجواز كان بعض المعلومات أتمنى أنها تكون فادتكم بعض المعلومات أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا وأنكم تعرفوها وتكونوا على خلفية بيها للأسف وقت حلقتنا خلص كنتم مبسوط جداً نشوفكم في حلقة جيدة إن شاء الله من برنامجكم عقلة ومجنونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجنونة عقلة ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجبها من كل مكان في الدنيا أدي عادة زي الفل ودي أكلت ست الكل البس اشرب أو كل وصيب الباقي علي عقلة 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 والمجنونة مجنونة مجنونة شكرا